مرحبا كيفكن صبايا شو الأخبار طامنوني عنكن اشتعت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو خفيف ظريف ونظيف إن شاء الله مباركة طاعتكن جميعا يا رب وإن شاء الله يكون شهر رمضان كله خير وفرح وسعادة وغسل لزنوبنا كلياتنا وقالله يساعدكن جميعا يا رب اليوم حبيتك أني أشارك معكم فيديو أصير هو عن أجوائي بتحضير أول سفرة أفطار لألنا سبحان الله يا صبايا يعني انجد الواحد أحيانا بيقعد وبيخطط وبيفكر وبيقعد ويعمل شغلات كتيرة وفجأة ما بينعمل منا شيء أبدا سبحان الله سبحان الميسر فأنا اليوم كنت ناوية إني أطبخ شيش برك يعني قلت لحالي أنه اليوم أول يوم بشهر رمضان فبعمل هيك أكلة فيها شيء أبيض يعني كبداية حلوة إن شاء الله ودائما يعني إن كانت البدايات والنهايات حلوة أولا فالحمد لله على كل حال وقلت لحالي بعمل كمان سنبوسك وهيك يعني كنت حيطها ببالي كتير أفكار بس إنه صارت معنا بصراحة ظروف شوي هيك غريبة عجيبة وصعبة ومننا كمان إنه ما كان بقيان عندي مي أبدا وصاحب الصهريج اتعطل معه يعني وتشرك وما قدر إنه يجي عبيلي وتأخر الوقت وصار عندي البيت ووضعه كتير كتير صعب فخربت عندي كل الخطط ايه شو بدي أعمل أفطار هلأ شوفوا بشكل عام يعني نحن يا عائلة أبدا ما بتدقيق على الأكل ومن شان لصيام فكنا عم نصوم يعني الفترة الماضية فما في عنا هيك إنه شي جديد ماشي فأطلح علي خلاص قمت آخر نصف صيعة تقريبا هون كان يعني الأكل كله أخذ معي نصف صيعة أنا سرعت لكم إياها لحتى وصلت لإدعاج دقيقة صورت لكم المراحل كلها أطلح علي أمي يا بنت وعملي هيك أكلة تكون سريعة وبنفس الوقت شي طيب يعني اللي ولاد بيحبوا ولادي كتير بيحبوا هاي الأكلة أنا بسمية لحمة على الخبزة شو بعمل بجيب الجبنة ببرشة وبعد هيك بفرن بعضونس وحطيت اللحمة وحطيت ملح وبهار وفلفلة حمراء رش بعجنن مع بعضن كتير منيح وبفتحن على خبز يكون تازة وبعد هيك بدهنن بالزيت وبصير يعني بقلبن لحتى تستوي كتير منيح بطواية أو صينية أو أي شي موجودة عندك بس أهم شي إنه يكون تيفير أو إجرانيت بنشان ما تلزأ يعني أو فيكي كمان تحطيها بالفرن كمان بيصير بس أنا فرني كتير صغير وإذا بدي أحطه فيه كتير بيعزبني فبفضل إني أساوية بهاي الطريقة رعب ألكن عليها يعني أنا دائما بساوية بهاي الطريقة وبتطلع كتير طيبة ومنحبة وقلت لحالي بساوي خيار بلبن أنا هون كنت كتير تعباني وهيك يعني الحمد لله على كل حال كنت تعباني وقلت لن والله أنا ما بدي شي غير صحة لخيار بلبن كنت كتير عطشاني لأنه فقط لحالي حساوي لألي خيار بلبن وبساوي كمان صلطة وهيك يعني الحمد لله مرة أول يوم بخير وسلام هلو أنا هون فيئة يوم الجمعة الصباح إن شاء الله تكون هيك جمعة مباركة عليكم جميعا يا رب تكون جمعة فيه شي جديد حلو لألوبكم قلت لحالي أمي يا بنت ما نتجي هالفيديو ونزلي من شان بدي أروح لعند أخواتي أفطر لأنه قلت لحالي هيك يعني بنزل لكم أجوائي بالمطبخ وطبعا أنتو كمان كتبولي تعليقاتكن الحلوة شو عملتوا عن برحة كيف كان يومكن كيف كان التحضيراتكن تمنوني عنكن طبعا شو ما عملتوا الله يجعلوا خير وشو ما طبقتوا الله يجعلوا صحة وألف هنا على ألوبكم قلت لحالي يعني خلاص عادي قل لي ابني ماما ممكن تي بدك يتعمل لنا شي شبارك قلت له عادي ماما لسع أول يوم بشهر رمضان معنا ثلاثين يوم وثلاثين طبخة منعمل كل شي إن شاء الله هلا شوفوا أنا هون شو عملت صرت أبرشت الخيار وبرشت كمان التوم وحطيت نعناع تازة يعني مقلت نعناع ناشف طلعت طعمته كتير طيبة يعني أنا بالنسبة لقليل خيار بلبن بحس أنه شي كتير أساسي على سفرة الأفطار هيك يعني ببرد على القلب كتير وشوفوا سبحان الله بحس كمان إنه لما منبرشت الخيار بتطلع طعمته مختلفة عن لما منفرم وفرم ومنحط النعناع الناشف بدل النعناع تازة فطلعت طعمته كتير كتير طيبة كتبوا لي بالتعليقات إنتوا هلأ شو رح تطبخوا ما بعرف ليش الناس بشهر رمضان كتير بتركز على موضوع الأكل شو رح نطبخ شو رح نعمل ما بعرف كيف يعني عن جد والله شي غريب أنا بحس إنه عادي يعني يوم متل كل الأيام وبصراحة يعني أنا مو من الناس اللي بتطبخ أكلات كتير مستحيل يعني أنا عندي إني ساويت هاي الأكلة اللحمة على الخبزة خلص هاي الأكلة يعني الرئيسية صحنا الصلطة الجنبة والتمر بكفي يعني والله شوفي شوفوا هلأ في ناس بيكون عائلة كبيرة مثلا هدا مش تهي هيك أكلة هدا مش تهي هيك أكلة ممكن أكلتين مو أكتر يعني مثلا أنا اليوم بدي أطبخ طبخة أبني ما بيحب أبساوي له وقل له شغلة تانية ايه أما أكتر من هيك بصراحة أنا ضد هاد الشي بحسوا تعب لألنا نحن يعني من عدى أي شي بالعالم هو تعب لألنا رح نوقف بالمطبخ والله وكلكون هي مو أكلة بسيطة طلع ثلاثة جبال جلي مو جبل واحد بس يعني هيك سبحان الله مو بعرف إنه برمضان بحس كمان إنه الجلي بيكتر كتير انتوا معي بهي المعلومة ولا كيف كتبولي بالتعليقات رأيكم كتبولي وين فطرتوا أول يوم بشهر رمضان وكيف كانت أيامكن طبعا كمان اللبن شي كتير أساسي يعني بحب إني أروب لبن لأنه كتير بيكون مفيد للجسم يعني بحب إني أفطر على كاسة لبن وتمرة كتير 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 هيك بحسوا إنه هذا شي كتير مهم عندي وهذا اللبن كتير طيب عم نجيبه شو بعمل بحط له مي بردة وبحط له هيك ملح كتير يعني جد ولا أطيب من هيك هلا هون ابني كمان قال لي ماما بدي عصير قلت له لا اليوم لبن خلي كون هيك يعني شي مختلف يوم لبن يوم عصير ما بدنا كله مع بعضه ولا سبحان الله يعني ما حسينا بليوم أبدا هيك كيف مشي والله كان يوم كتير عادي وهيك يعني لأنه جعت ولا عطشت ولا ولا أي شي الحمد لله مرأة بسلام وإن شاء الله أيامنا كلها بتمرأ بسلام هلا هون جيت بدي أساوي صلطة هلا هاي الصلطة كتير بحب بحط كل شي خضرة فيها عي بحط خاس وبأدونس وخيار وبنادورا وجزار وهون كمان هيك نحنا بنقول له قرمة الخاسة كمان كتير طيبة بأشرة وبأقصرة وبفرمة مع الصلطة بتطلع طعمتها ولا أطيب من هيك وكمان فرمت له نعناع تازة وحطرت له كمان ليمون في كتير صبايا قالوا لي بالفيديو السابق انه صير يفرمي الليمون بتطلع طعمته كتير طيبة مع الصلطة فسمعت نصيحتكم فرمت الليمونة بس هون ما كانت كتير حامضة بتعرفوا أنا ليش ما بفرمو لأنه أنا ما بحب الشي الحامض يعني أنا من الناس اللي بعمري كلهم ما بحب أني أكل شي حامض يعني أنا الجانريك العقابية الليمون هدول هيك الأكلات ما بحبهم أنا بحب الخضرة اللي بتكون كتير هيك مستوية وتكون كمان حلوة كتير يعني الكيوي إذا ما كان حلو كتير ما باكله الموز بحب يكون هيك خالص يعني دايب دوابان حتى أكله بحب الحلويات والشغلات الطريقة أكتر بصراحة ما بحبك هي إنه الليمون حامض كتير ما بعرف بعمري ما كتت ليموني أساسا من شان هيك بحب أني أعصره بس هون كان عندي الليمون ما كتير حامض يعني قطل حالي خلاص يا بنت فرمي ما كترت والله بصراحة يعني هيك إنه شوي 3 تخيارات بنا دوريتين ما بحب أني أكتر كمان كتير أكلات برمضان لأنه بخاف أني زيد شي يعني بيتشرك وأكبه بس لسا يعني الجو حلو الحمد لله شوفوا هلأ صبعي أنا هون حطي تركم بقلب الفيديو لقطات هيك يعني شوي من أجواء الزينة هذا طبعا التصوير مو جديد عشان ما تفكروا أنه أنا زيانة تركم ما رح أزيان لأنه حتى والله حتى ماني مراكب البرادي غسلتهم وما ركبتهم ما لي نفس لشي تعرفوا أمورنا شوي صعبة هاي الفترة الله يعديها على خير إلهي ربي بس قتل حالي يعني أنتو شو زينبكون لازم تعيشوا الأجواء روحي يا بنت جبت لقطات من زينة السنة الماضية حاطة تركم إياها هيك يعني كأجواء حلوة الله يحلي أيامنا جميعا و الله يرفع عنا هالشدة والحمد لله على كل حال والصبايا اللي عب يطمنوا على زوج أختي فالحمد لله منقول إن شاء الله خير بس والله لساعته بالمشفى يعني بالعناية المشددة حرقه كان كتير صعب كان 80% بسمه كله يعني وقاله تقريبا والله شهرين يعني أنبير حصل له شهرين عالتمام والكمال بالعناية المشددة منقول إن شاء الله خير والله يجعل الخير دائما بطريقنا يعني كل شي بيجي معنى رب العالمين يا محلة أكيدوا بخير بيحقنا إن شاء الله والحمد لله على كل حال شو بدنا نعمل شايفين صبايا أنا هيك بعمل يعني مو كتير بالفرشاية شوية زيت بحط على الخبزة لحتى الخبزة تاخد نكهة التشويح ماشي مو أنه تنحرق معي لا وعلى نار هادية خلصنا الحمد لله هاي الصلطة صارت جاهزة والخيار بلبان وكمان اللفات والله طلعوا طعمتهم كتير طيبة قلت لهم لأنه كنت عبا بشتغل بسرعة مع أنه هيك عقلي مو معي بس إنه الحمد لله طلع معي شي طيب أهم شي إنه الواحد ياكل أنا يعني دائما بقلهم أي أكل بالعالم بس عدت مرحلة التزوق خلص صارت حشوة بطن يعني ما عد في داعي إنه الواحد كتير يدقق على القصص الحمد لله على كل حال شوفوا صبايا بدي أنصحكم بهذا التمر عن جد كتير طيب اسمه العصفور ولا أطيب من هيك أنا أول مرة بحياتي بأكل تمر بيكون بهالنكهة الخرافية هاي عن جد بنصحكم فيه كتير كتير طيب إن شاء الله رح نعمل هيك أفكار بسيطة لحشوات التمر كمان رح تعطي طعمي أطيب وأطيب إن شاء الله بالفيديوهات القادمة إذا كان في فيديوهات قادمة أو لا فهذا الشيء أنتوا اللي بتقرروا لما بتشوفوا الفيديو وبترفعوه وبتحطوا لايكات كتير وبنفس الوقت بتكتبوا لي تعليقاتكم الحلوة والحمد لله على كل حال شو بدنا نعمل الفيديو اللي ينزل آخر الشيء ولا في الشعار وصل لحدا سبحان الله ما بعرف ليش يعني بس خلص يعني أطلع بدي أنزل الفيديو شو ما كان يكون بالنهاية الواحد مننا ما بياخد إلا أسمتهم نصيبه صارت سفرتنا جاهزة وتأخر الوقت كتير وصارت الدنيا عتمي كمان بس هيك أخدت لكم لقطة بسيطة إن شاء الله يكون حبيته في فيديو اليوم وستمتعته ومعي كان هيك أجوائي بالمطبخ إذا حبيته هيك فكرة يعني إنه كل يوم أشارك معكم أجوائي بتحضير سفرة الأفطار هيك بس يعني من دون روتين ومن دون غير قصاص فكتبوا لي بالتعليقات بانتظار تعليقاتكم الحلوة يا أحلى وأغلى صديقات بكل الدنيا ونحن عنا الجو كتير حل وبرودة وهوا فكان يعني يوم ما فيه أي تعب كتبوا لي بالتعليقات أنتو كيف كان يومكن من وين عبتتابعوني وكيف الجو عنتكن وإن شاء الله تضلوا بألف خير يا ربي أمان الله